اصلاح نظام التقاعد في المغرب اولوية تفردها المرحلة وملف شائك يستأثر باهتمام الطبقة العاملة في سياق جوالات الحوار الاجتماعي عرضت الحكومة على النقابات العمالية تصورها حول الإصلاح المرتقب بناء على نتائج دراسة تشخيصية دراسة من أبرز مقترحتها رفع سن التقاعد من 63 سنة في القطاع العام و60 سنة في القطاع الخاص إلى 65 سنة مع الزيادة في الاشتراكات في القطاعين كحكومة اللي بغي نحن هو نصل الواحد إن شاء الله رؤية مشتركة من هنا المارس على أقصى تقدير من السنة المقبلة لأن هذا الموضوع هو عدد الاجتماعات ومن مستويات مختلفة يختلط فيها كيفما قلتكم ما هو علمي ومالي وميزانياتي أو موازناتي مع ما هو مجتمعي إصلاح مقياسي ترفضه النقابة العملية وتطالب الحكومة بطرح تصور إصلاح شامل طويل الأمد العرض الحكومي المقدم في شأن صنادق التقاعد يؤكد بما لا يدعو مجال للشك أن الإصلاحات المقياسية المباشرة من طرف الحكومة السابقة في 2016 كانت مجرد مهدئات ونحن كنقابة نرفض إصلاحات مشابهة مقياسية تمس فقط طبقة الشغيرة المغربية دون البحث عن مداخل أخرى يواجه نظام التقاعد بحسب الدراسة المنجزة خطر استهلاك احتياطياته المالية عجز يتطلب دخ مليار وأربعمائة مليون دولار سنويا ما لم يتم إصلاحه بين التوقعات التي تشير إلى تبني الحكومة لما يسمى بالإصلاح المقياسي لأنظمة التقاعد وبين دعوات النقابة المركزية إلى تبني تدابير استعجالية ذات طبع شمولي يطرح السؤال حول قدرة الأطراف المشاركة في الحوار الاشتماعي على إيجاد حلول لبلف عمر لسنوات فدوى المرابطي قناة جرغد الرباط